استقبل سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية وزير عصيد فراس غرائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين وذلك لبحث التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتأتي زيارة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في أعقاب زيارة وفد خبراء الأمم المتحدة من البرنامج ومن منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو وذلك للإطلاع على خطط مملكة البحرين في مجال تشجير وزيادة المسطحات الخضراء واستعرض سعادة وزير شؤون البلديات وزراعة خلال لقاء خطط ومشاريع الوزارة على صعيد الإنماء المستدام وناقش دور التعاون المشترك القائم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات ومشاركة البرامج في مؤتمر المدن الذكية التي تنظمه الوزارة في شهر مايو القادم من جانبه أشاد السيد فراس غرايبة بالتقدم الملحوظ الذي شهدته مملكة البحرين على صعيد التنمية الحضرية المستدامة مؤكداً على حرص البرنامج على مواصلة التعاون مع الوزارة في شتى البرامج والمجالات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة